كتبت عن الملف ده في أخبار اليوم كتبت عن مين من الأبطال شوفي أنا زي ما قلت لحضراتك كانت البداية مع قادة أكتو يعني أنا يمكن محظوظة أن أنا يعني لو كده كتير تبصي على أميرة هتلاقي في دمي نازل جينات القوات المسلح فعصرت أجيال كتير قوي أو كنت محظوظة أن أنا قابلت ناس ممكن تكون شاركة في حرب 48 48 والحروب كلها لغاية لما وصلنا لمرحلة الإرهاب يعني شفت الجزء ده زي ما حضرك نوهتي برضو من شوية قلت أن أنا التقيت بأسر شهدة طبعا الشهدة لما تشوفي مثلا كانت طفلة لما بابها استوش هند طفلة لا تتجاوز الخمس سنين أو كانت لسه مامتها حامل فيها ومع ذلك تفضل بعد مرور 20-30 سنة أو لغاية دلوقتي وهي بتجمع معلومات عن بابها عشان تفخر بي أو تقول أنا نفسي أعمل حاجة عن بابا كذا أو تعد تتفاني ما تصدق تليعي مثلا على الفيسبوك حد مثلا يقول أنا كنت في الكتيبة كذا تعرف أنه صاحب بابا أو شارك مع بابها تتواصل معها عشان كذا فكل دي حاجات أنا ببقى سعيدة أن أنا بشوفها أكيد أنا كتبت طبعا الكتب اللي هي لأن أنا في حاجات عملتها سواء كتب وفي حاجات تانية شرفت بإعداد أفلام عنها دي بالتعاون مع قدرت شؤون معنوية جميل وكتبت مقالات أو سلسلة مقالات دي بقى تناولت فيها المحاربين يعني المحاربين بمختلف الدرجات والرتب بالأسلحة يعني حضرتك لو جيت تشوفي لأن أكتوبر كبير جدا الكل اللي أنت تتناولي فالموضوع متشعب جدا اشتركوا في القناة